قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن قطاع غزة يجب أن يعود لسيطرة السلطات الفلسطينية الشرعية مشيرا إلى أن الخطط الإسرائيلية للسيطرة المؤقتة على القطاع غير مقبولة وأضاف عباس أن غزة يجب أن تدور تحت إشراف منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية الشرعية منوها إلى أن القيادة الفلسطينية تعارض بشدة الخطط الإسرائيلية التي توفر بعض الحلول المؤقتة كما قال عباس أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يهدف إلى إطالة أمد الصراع في غزة وتوسيع نطاقها وسيؤدي ذلك إلى التعقيد في المحادثات الرامية لحل الأزمة ترجمة نانسي قنقر